الخبر الأول الذي عدى عن تهجم متابعين مملكة القصص على بيسان وأنس الشايب في بيسان وأنس نزلوا هذا المقطع على قناتهم باليوتيوب ولو دخلوا على المقطع وتنزلوا بيه على التعليق راح شوفون أن كل التعليق من قلوبة بالإنجليز يمكتب عليها جيش مملكة القصص اللي طبعاً يريدوني جمدوني المشاهدات على المقطع طبعاً ما يرى شو نسبب هذا التهجم بنزلتكم هذا المقطع واشترحت لكم بيه لما بيسان وأنس شايب سبوني وحجو بي على أختي فاكتبونا يا حبيب بالكوميتاش شاركوا بالتهجم اللي تعرضوا له وهل هم يستحقوا أو لا الخبر الثائل اللي عدى عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر لعدمه هي اسو فاسو نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي يتحمس بيه المتابعين للمقطع اللي راح تنزله باتشر وحسب ما تقول إنه المقطع سيكون ناري وإنه مستحيل المقطع رهيب عقنا غروري تستنوا وتنتظروا راح يكون أما اليوتيوبر الثالي اللي عدنا فواء خيرا عودة قناة ريدر طبعا بعد ما تم تهكيرها وريدر رزع هذا المقطع على القناة بعد من رجعت وعلى من خلالها عن رجوع القناة وبنفس الوقت هدد إنه راح يرد الدسترات ورجع أغنية كارنفالي رضيكم رابط المقطع بالوصوف والفو مبروك على عودة القناة الخبر الثالث اللي عدى عن طبنجة والتهجوم اللي تعرض له طبعا لسبب استهزائي بنورمار ثلاث خاصة اللي شافوا هذا المقطع يعرفون بالموضوع ولدخلنا على أخر مقطع نزل ونزل بيع التعليق راح يشوفون كل التعليق واكتوب عليها الجلادين وجنش نورمار اللي يريدون جميدون المشاهدات على المقطع ويعاقبون طبعا نجل إنه حشابي على النورمار فكبون يا حبايب الكوميتات هل هو يستحق هذا التهجوم اللي تعرض له أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشوفهم الحقيقة بيسان وأنس الشايب واخفوهم الكلمة شاذ من التعليقات اللي عدهم وما اللي شافوا المقطع الأخير يعرفون إنه للأسف أنس الشايب طلع مو رجال أو ما بنسبة للدليل لو ندخل على أخر مقطع نزلو ونزل بيع التعليق وروح نكتب كلمة شاذ ونكتب كلمة غي اللي هي نفس الكلمة ولكن بإنجليزي بعدها روح نغير الحساب عمو نشوف هل التعليق لحي يطلع للناس أو لا بعد ما غيرنا للحساب ونزل بيع التعليق وروح على كلمة لحظة أولا راح نشوف إنه تعليق مظهر ونمثال لأخذوا الأشخاص الثانيين ظاهر مثل ما شايفين فاكتبونا يا حباي بالكومنتاج شو رايكم بهذا الخبر ولتتوقع أنهما خفوا هذه الكلمة على مدى ما يكشفون حقيقة أنس الشايب إنه هو مو رجال الخبر الخامسي لعدنا عن تهجم المتابعين على أحمد حسن وزينب أحمد حسن وزينب نزل على حساب أحمد بلين انستجرام هذا الستوري اللي يتعرضوا من خلال الهجوم فأول شي زينب تجانب تلابس بيه الحجاب بشكل عدل فتجموا عليها على متهدف الشي والشي الثاني إنه بهذا الستوري أحمد صار يبوس بيه زينب وهو قاعد يصور أنا ماحبك فمادر الصراحة كتبونا يا حباي بالكومنتاج شو رايكم بهذا الخبر هل يستحقون للتهجم أو لا وبسؤلنا هنا وصلنا إلى هذه المقطعات من المقطع جاوكم لستحطونا لاكس تركو بالقناة شونا يكون فايزي مقدم منك توقصص وبس مع السلامة شكرا